طيب خلينا نتكلم شوية عن فكرة كمان حضرتك ترحتيها في الرواية وفكرة التمدن والخروج من القرية إلى المدينة بالنسبة للبنت احنا كمان مش بنتكلم عن شعر احنا بنتكلم عن أنثى أو بنتكلم عن بنت تكلميني شوية أستاذة منصورة عن الجزئية دي وأشارتي إليها ازاي وجهة نظر حضرتك فيها ايه هو بالأساس الجزء التمدن هو مش بس خاص بفكرة الانتقال إلى المدينة لكن فكرة التصنيع العشوائي التصنيع العشوائي من خلال القرية الصغيرة في لحظة تحول أن هي بتحول تدخل مجال الصناعة من خلال فكرة تجريف التربة ومصانع الطوب الأحمر دي كانت شائعة جدا في التمانينات فازاي ممكن ده بيعمل خلخلة للطبقة في القرية بيغير كل الألاقات الاجتماعية بيغير نظرة القرية النفسية طبعا احنا في الروايات ما بنتكلمش بشكل عام بنتكلم من خلال شخصيات وأفراد وبنلمس ده بشكل غير مباشر من بين السطور لكن فيما يخص سلمة هي فكرة الاستقلال يعني الرواية لم تكن مشغولة كثيرا بفكرة الهجرة من الريف إلى المدينة أو فكرة التريف أو التمدن بقدر ما كانت هي عن فكرة الاستقلال الخروج عن العائلة بشكل ما النظر للعائلة نظرة موضوعية من مسافة معينة يعني هي سلمة راحت تدرس واستغلت في المدينة جميلة حصلت على الدكتوراه من فرنسا مثلا وهي بقت شخصية أخرى تماما لكن مش الفكرة في انتقالهم لده الفكرة كشخصية ككل التحديات اللي بتقبلها كل شخصية إزاي حتى الانتقال ده مش طول الوقت بيبقى حل لأن سلمة الآخر لحظة هي راجعة تاني للريف ورجعت شوف نفسها ورجعت واجه الماضي بتاعها من خلال هذا المكان اللي هي خرجت منه قبل كده إمتى الإنسان ممكن يضطر أنه يهرب من الواقع أو يحب أنه يهرب من الواقع أو يتمنى أنه هو ما يبقاش في الواقع اللي هو عايش فيه ده والله أحيان كتير بيبقى ده ميل تلقائي يعني البشر معظمهم بيبقوا كانوا معايزين بيهربوا إلى الخيال متضمرين على الواضع يطل الوقت ولا فيه فعلا الناس حقيقي بجد بتبقى حقيقي وقعها قليم وبجد بتبقى عايزة تهرب منه أكيد يعني بس يعني أظن طول الوقت بقى فيه ميل تلقائي للهروب من الواقع والهروب من المشكلات لأن ده هو الحل الأسهل طول الوقت إلا لو الأشخاص أكيد إلا لو الأشخاص عندهم وعي بفكرة المواجهة بفكرة التجاوز من خلال الفهم وليس من خلال الهروب وده بيحتاج وعي بيحتاج ثقافة بيحتاج صراحة مع الزات إلى درجة كبيرة البطلات البطلات أكيد من خلال كل بطلة في الرواية إحنا تكلمنا عن سلمة تكلمنا عن جميلة في بطلات أخريات أكيد في الرواية أكيد من خلال كل بطلة كنت حضرتك حبة إنك تحكي حكاية أو إنك تردي رسالة أو إنك تقولي موضوع أو تترحي حكاية من خلال كل بطلة عرفنا حكاية سلمة وعرفنا تقريبا حكاية جميلة بقية البطلات كانت إيه حكايتهم وأنا بكتب الشخصية بيبدأ يتضح لي ملامح الشخصية إيه الشخصية ده التحدي بالنسبة لها إيه اللي هي عايزة تحققه بعد كتابة الرواية انتبهت إلى إن المؤثرات جدا في عالم الرواية نساء يعني الجدة رحمة هي أساس العائلة هي اللي كونت ثروة العائلة هي المتحكمة في الرجال والنساء في العائلة الشيخة في القرية هي شيخة وليست شيخ يعني عادة في القرية الرجل هو الشيخ في رواية النسائية بحتها يعني حتى المجذوبة شخصية المجذوبة في القرية هي امرأة وليست رجل فبالتالي اكتشفت أن كأن في رغبة تحويل العالم إلى عالم مؤنس تقنيس العالم بالكامل في الرواية فبس هي الفكرة في حاجة أن رحمة وحتى الشخصيات التانية النسائية لها دور فاعل في الرواية ده قد توحي أن ده مجتمع أمومي المرأة فيه هي المسيطرة لكن بتكتشف من خلال الأحداث ومن خلال بين سطور الرواية أن النساء في الرواية برغم القوة برغم التحكم إلا أنهن محافظات على المجتمع الزكوري القائم يعني هما أكتر ويمكن حتى اللي بتقهر المرأة في الرواية ممكن تبقى امرأة يعني من خلال الجدة الجدة رسالتها الأساسية هي السيطرة على العالم كما هو وضع النساء مقابل وضع الرجال فبالتالي هي كأنها بتقوم بدور في صالح الرجل يعني حتى لو الرجل بيبقى متعاطف بيبقى عايز يبقى في نوع من التوازن الأم الجدة الكبيرة اللي هي رحمة هي لأ بتمنع ده فالفكرة هو ده الواقع هو ده اللي بيحصل طول الوقت فالمهم إن إحنا نشوف الواقع ونفهم إيه الأليات اللي بتحصل فيها المشاكل اللي كانت همك أنك تعبري عنها من خلال البطلات اللي موجودين في الرواية هو بالأساس أنا بدأت الرواية وأنا في ذهني عايزة ألقط المناخ العام اللي كان موجود والجو العام اللي كان موجود في فترة طفولتي في ديل ترنيل وكمان فكرة الحزن وتأثيره على الشخصية إزاي الحزن ممكن يخرج الشخصية من يعني الشكل أو الصورة اللي هي عارفة بيها نفسها الحزن فيما يقص سلمة فكرة فقد الأب إزاي الفقد ممكن الشخصية تتعامل معاه فالشخصية بتبدأ كأنها محطمة أو منهارة تماما بسبب فقد الأب يعني فكنت كأن بختبر يعني عايزة أشوف إزاي الشخصية في الوضع ده ممكن تتعامل مع العالم لكن الأهم بالنسبة لي كنت عايزة أستحضر الجو والغيبيات والأفكار والبناخ اللي كان سائد في الريف المصري في منطقة الدلتة تحديدا في التمنينات